إذن تنطلق يوم غد الانتخابات البرلمانية التونسية وسط دعوات مقاطعة واسعة من أحزاب وجمعيات في المجتمع المدني ودخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي اليوم في وقت يتواصل فيه تصويت الجالية التونسية في الخارج منذ أمس وهذه هي أول انتخابات برلمانية في ظل الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد في سياق ما يقول إنها إصلاحات ضرورية من جهتها اتجددت حركة النهضة التونسية دعوتها إلى مقاطعة ما وصفتها بمهزلة الانتخابات التشرعية عبرت الحركة في بيان عن تفاهمها لرفض الاتحاد الأوروبي مراقبة هذه الانتخابات لأنه لا يريد أن يكون شاهد زور وفق تعبيرها كما دعت مختلف القوى الوطنية إلى تنسيق جهودها ومضعفة نضالها لتحرير تونس من الانقلاب وبناء مؤسساتها الديمقراطية ورأت النهضة أن تأجيل إدارة صندوق النقد الدولي النظر في طلب تونس بإقراضها هو نتيجة حتمية للانقسام السياسي الحاد هذا وكان البرلمان الأوروبي قد قرر عدم إرسال أجبعثة لمراقبة الانتخابات التونسية المقبلة وأوضح عدد من النواب الأوروبيين أن قرار البرلمان جاء في ضوء موقف المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وتقرير لجنة البندقية إلى جانب التطورات السياسية والاجتماعية في البلاد دعينا في الوقت ذاته إلى عودة الاستقرار السياسي في أقرب وقت ممكن ولا أن ينضم لنا من تونس مراسلنا خليل إكلاعي أهلا بك خليل قبل يوم من الانتخابات كيف يبدو المزاج العام في تونس والتوقعات لحجم المشاركة في هذه الانتخابات في ظل دعوات المقاطعة من 13 حزبا تونسيا يحيى المزاج العام يبدو شبيها بما طبع الحملة الانتخابية منذ أيامها الأولى لعلنا نبالغ هنا نقول أن هذه الحملة الانتخابية كانت باهتة وبدون ملامح وبدون حركية بشكل عام فأنه المظاهر الحملة الانتخابية والفعاليات الانتخابية المهرجنات الخطبية والحركية السياسية والحركية الاتصالية التي كانت تقوم بها الأحزاب السياسية وحتى القائمات المستقلة على اعتبار أنه حتى القائمات المستقلة كانت تستفيد من التمويل العمومي في الحملات الانتخابية تبقى للقانون الانتخابي الذي صيغ في العام 2014 فكل هذا كان يخلق الكثير من الحركية والكثير من التواصل بين المرشحين ويخلق نقاشا مجتمعيا عريضا طوال فترة الحملة الانتخابية ويؤتوج بيوم الاقتراع كل هذا غاب هذه المرة قبل هذا الاستحقاق الانتخابي للانتخابات التشريعية في دورها الأول ومنظمات المجتمع المدني تقول أن الهيئة العلية المستقلة للانتخابات وكذلك الرئيس التونسي قيس سعيد لم يكن هناك تشاركية ولم يكن هناك تواصل على اعتبار أنه درجة العادة أنه بجلس نوع بالشعب الذي يصوغ القانون الانتخابي وكذلك الهيئة العلية المستقلة للانتخابات التي تشرف على العملية الانتخابية كانت منفتحة على منظمات المجتمع المدني منفتحة على المقترحات منفتحة على الانتقادات منفتحة على الاعلام وتسمع لهذه المقترحات مجلس نوع الشعب في السابق كذلك وبالتالي صياخة القانون الانتخابي وتنظيم العملية الانتخابية من زاوية اللوجستية وتقنية كان محل تشاور ومحل تواصل بين الهيئة وبين منظمات المجتمع المدني هذا البعد غاب كذلك في هذه الانتخابات وهذا محل انتقاد شديد من قبل منظمات المجتمع المدني التي تتهم هيئة الانتخابات وكذلك رئيس الجمهورية بغياب التشاركية ولها من الانتقادات ومن التحفظات الكثير على طريق التنظيم هذه الانتخابات وللأحزاب السياسية التي دعت إلى المقاطعة وجددت دعوتها في أكثر المناسبة لمقاطعة هذه الانتخابات جبهة الخلاص جددت هذه الدعوة منذ يومين حركة النهضة كذلك حزب أفاق تونس خمسي الأحزاب الديمقراطية كلها جددت الدعوة للتونسيين والتونسيات إلى أن يمتنعوا عن الذهاب إلى مكاتب الاقتراع ونحن الآن في صمت انتخابي وبعد إغلاق مكاتب الاقتراع غدا لن نكون كذلك وبالتالي المعارضة ستبدي موقفها من هذه الانتخابات أساسا وبالتحديد حول نسب المشاركة خاصة أنها دعت بشكل واضح كما قلت إلى المقاطعة لكن هذا ليس مأخذ المعارضة الوحيد للمعارضة كذلك مأخذ على صلاحيات هذا البرلمان من حيث ما ورد في الدستور الجديد الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد هذا البرلمان سيكون بدون صلاحيات رقبية وبصلاحيات تشريعية محدودة مثل ما ورد في هذا النص الدستوري ويتطابق ذلك مع ما يعرف عن الرئيس التونسي قيس سعيد من تبنيه وسعيه لتكريس مشروع البناء القاعدي الذي لا وجود لأثر مكتوب فعلي له لكن عدد من المتابعين والمراقبين للمسار السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد قبل حتى أن ينتخب رئيسا للجمهورية ومن خلال بعض مقالاته ومن خلال بعض تصريحاته الإعلامية وتواصله مع مجموعات من المؤيدين خلصوا إلى تبني الرئيس لهذا المشروع السياسي النظام القاعدي حاولت أن أتحسس ملامح هذا المشروع لنتابع في هذا التقرير لم يعرف للرئيس التونسي ولا عنه أثر مكتوب يجبل أفكاره أو يشرح رؤاه وعلى الرغم من كونه دائم التبشير بفكر شديد فإن معالم فكره هذا ظلت غامضة بل وتحول شرحها أداة نفوذ بيد مؤيدين له يسمون مفسرين وإذا اتفق على تسمية توجهه هذا بالنظام القاعدي فإن بعض الباحثين يتفقون على أن عدم الكشف عنه أو الكتابة فيه كان مقصودا الانتقال الديمقراطي أو كل ما أفرزته منظومة ما بعد 14 جنفي رأوا المنظومة هذه مستوردة غير وطنية وحام الوقت لتغييرها جذريا في اتجاه حكم شعبي حقيقي ينطلق من القاعدة في اتجاه القمة والفكرة هذه هي جوهر فلسفة البناء القاعدي نفي الوجاهة عن التجربة الحزبية وإنكار كل ما اعتبر منجزا ديمقراطيا بعد الثورة هو جوهر فكرة البناء القاعدي يقود ذلك لتحييد الأحزاب وتقليص دورها حتى وإن وجد بعض ممثلها في البرلمان وإلى تراجع البرلمان نفسه عن أداء أي دور رقبي أو تشريعي فعلي بصالح رئاسة ذات صلاحية واسعة ومطلقة بدى لافتا أن يتقاطع شكل النظام السياسي فيما يعرف بالنظام القاعدي مع ذلك الذي أقره الرئيس في الدستور عملية بناء منظومة حقوقية متكاملة في العالم العربي والوصول إلى نظام سميه ديمقراطي والغير ديمقراطي لا تستطيع أن تمر بهذا الفكر التباوي والفوضوي لأنه هو فكر لا يؤسس للنجاعة في تسير شؤون البلاد ولا يحقق نسب مرتفعة لا في النمو ولا في التنمية وفي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأنه لا يعترف بالمنظومات الاقتصادية المنظومات الاقتصادية مبنية عن نجاعة وليس مبنية عن الفوضوية لا يكون الإطار للشركات الأهلية يعيد الرئيس بالنجاعة والإنجاز ربما لذلك أحدث إطار الشركات الأهلية وأرسلها قانونا بديل اقتصادي لم تثبت في التجارب المقارنة نجاعته لكنه يتماهى مع ما يعرف عن النظام القائدي ويتقاطع معه في الارتكاز على أشكال الروابط العائلية والمناطقية والفئوية الروابط ذاتها يقول متابعون ستحدد بفعل مرسوم الانتخابات الذي أقره الرئيس برلمانا جلهم المستقلين لا رابط بينهم ولا برنامجه ومن حيث كان المراد عقلنة المشهد العام واستقراره يخشى أن يكون الأثر عكسيا خليل اكلاعي التلفزيون العربي ترجمة نانسي قنقر